ساعة قليلة تفصل المنتخب الوطن المرابطون عن لقاء غامبيا كما يقول ذلك المشجع الذي ينتظر الخامس والعشرين من شهر مارس على أحر من الجمر بعد أن تحصر على الخروج على يد الماليين من بطولة المحليين وفي عقر داره وحين فتح عينيه على شق الحكاية الآخر طار نصور قرطاج بما تبقى من أمانه هي أيام قليلة تلك التي تفصل المنتخب الوطني عن آخر محطاته في هذا العام وآخر آماله أيضا في البطولات القارية التي شارك فيها طيلة العام المصرم والحالي في الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري ستتحرك عقارب ساعة الحسم في آخر بطولة ينافس عليها المرابطون سيحل المنتخب الغامبي أو منتخب العقارب كما يطلق عليه ضيفا على المرابطون في لقاء الذهاب هنا في الملعب الأولمبي ويحمل معه رسالة من أبناء مانديلا شديدة لهجة بعد خيبة أمل الثلاثية التي لم تكن في حسبان آخر المتنبئين من جيل البافانا بافانا وأخرى من أسد الكاميرون مفادها كان أكثر وضوحا هو أن الحوى لعب دورا كبيرا في حسم النقاط الثلاثي هناك في يواندي ولذلك وجب الحذر من هذا القادم أو الوليد لا سيما حين يكونوا على أرضه الغامبيون يتقاسمون تاريخ مشاركاتهم مع المرابطون لا هم وصلوا لبطولة الأمم الإفريقية طيلة تاريخهم ولا هم وصلوا حتى لمشارفها إذن المنتخبان يتشابهان ويتقاربان في الفوارق لكن المرابطون في المركز الثاني خلف المتصدر الكاميرون وثلاثية نقاط اللقاء تشغل الكبير قبل الصغير وتشد لها الرحال من كل حدب وصوب فهل ينجح الهادئ ابن مدينة الأنوار كورينتان مارتينز في إعادة سيناريو مباراة جنوب إفريقيا وبطريقة بطيئة دون أن يلفت انتباه العقاربي الغامبي